اهلا بكم واطلال جديد من اخبار العالم تثار الكثير من الاخبار بشأن امكانية شن الولايات المتحدة حربا ضد النظام الايراني وهل امريكا فعلا تريد الحرب على ايران صلت الكاتب عبد الرحمن الراشد الضوء على هذه القضية وقال علينا ان لا ننسى ان صدام حسين الرئيس العراقي المهزوم الراحل لم يستوعب ابدا جدية التهديدات الامريكية التي كانت تنذره بانها تعتزم شن حرب مدمرات عليه ما لم ينسحب من الكويت وجرت اخر محاولة لاصال الرسالة له في سويسرا عندما التقى وزير الخارجية العراقي والامريكي طارق عزيز وجامس بيكر قبيل الحرب الجوية بايام وبعد خمسة اشهر من الاحتلال والتحذيرات المتكررة واليوم نحن امام سيناريو مماثل نحن امام سيناريو مماثل انذارات متعددة لطهران بانها ان نشبت ستكون حربا مدمرة الجانب الامريكي يكرر القول انه لا يريد خوض الحرب لكنه في الواقع يدفع نظام ايران اليها دفعا فالعقوبات الاقتصادية الامريكية تنهيك النظام وربما تسقطه دون اطلاق رصاصة واحدة عليه وفي طهران النظام لا يريده والاخر الحرب لانه يدرك انها ستدمره تماما لكنه يلعب لعبة التهديد بالقوة لفك الحصار ربما يتجاسر على استخدامها بشكل محدود مثل الاعتداء على مصالح نفطية خليجية او سعودية او غيرها بذلك ربما يتصور النظام الايراني انه لو اقدم على اشتباك محدود ودعائي كما كان يفعل حزب الله مع اسرائيل سيبرر له التوصل الى اتفاق ما الخطورة في هذا التفكير اي بالوقوف على حافة الهاوية انه قد يقود فعلا الى حرب شاملة والسقوط في الهاوية وتابع الراشد الذي يجعلنا نصدق باحتمالية وقوع الحرب هو عدد القطع البحرية العسكرية الامريكية القتالية التي وصلت الى مياه الخليج والاخرى في المنطقة المحيطة بها هذه ليست العابا ولا تتحرك الا وهي بالفعل مستعدة للقتال وفي انتظار الاوامل العليا وهي اقصى رسالة جادة يمكن ان تبعث بها واشنطن واستكمل الكاتب بقوله علينا ان نتذكر ان الولايات المتحدة قوة هائلة مثل الفيل تدوس على العشب ولا تنظر تحتها ففي مناطق الصراع اصيبت بخدوش قابلة للمدواء في حين ان النظام الايراني قد يصيبه ما اصاب صدام في الحربين تدمير وربما انهيار وما اصاب حركة طالبان عندما تم تدميرها واخراجها من كابل بعد هجمات سبتمبر ايلول وحتى عندما هزمت غادرت فيتنام بجروح نفسية وهي تسعى لتقليل خسائرها البشرية واوضح الراشد انه كثيرا ما تردد السؤال طالما ان واشنطن تملك هذه القدرات الفتاكة فلماذا لم تستخدمها في عشرات المرات التي استهدفت ايران مصالح امريكا وحلفائها سؤال يردده المحترون وكذلك مروجون ظرية المؤامرة ومن يريد زرع الشك عن علاقة سرية بين النظامين واردف الكاتب نظام ايران حذر وخبيث فهو لم يصل في العداء مرحلة الاعتداء المباشر على الولايات المتحدة سواء في المنطقة او في خارجها فهو يستعين بوكلاء يقومون بالمهمة عنه وبالتالي لا يدفع اي رئيس امريكي لشن حرب بتأييد من الكونغرس وهو شرط دستوري كل الهجمات التي شنتها ايران نفذت بحذر شديد كما لو كان قانونيونهم من خطط لها في نفس الوقت واشنطن هي الاخرى تدير عمليات عسكرية سرية ضد ايران ومصالحها عبر مخابراتها وحلفائها اضافة الى المقاطعة الاقتصادية المؤذية جدا وختم الراشد بقوله السبب الاخر ان الولايات المتحدة لا تزال تأمل في ان ايران تتغير سياسيا وتصبح دولة حليفة وبالتالي تتحاشى دفعها في احضان خصومها الكبار روسيا والصين وقد تتدخل احدهتين القوتين وتمنح ايران الحماية لابقاء النظام ضمن لعبة الصراع على لوح الشطرنج وهو ما فعلته روسيا عندما تدخلت وانقذت نظام الاسد من انهيار محتوم وتفعله الان مع نظام مادورو في فنزولا انما النظام في ايران مريض بايديولوجية دينية ثورية متطرفة فشلت كل وسائل واشنطن في الترغيب والترهيب والمناصحة في تهذيبه واصلاحه ويبدو ان مصيره قد قارب على الحسم خصوصا ان الانظمة المماثلة قد تم التخلص منها مثل صدام في العراق والقذافي في ليبيا والبشير في السودان وتم اضعاف نظام الاسد في سوريا فما الذي ستحمله الايام القادمة وهل امريكا فعلا تريد الحرب على ايران اخبرونا عن ارائكم في التعليقات